اشتركوا في القناة بسبب الأزمة الناتجة عن فيروس كورونا المستجد وتتضمن الإجراءات لفائدة الجالية التمديد التلقائي إلى غاية نهاية السنة لصلاحية بطاقة الدخول المؤقت للمركبات التي انتهت سنوات 2020-2021-2022 ويتوجب على المعنيين بالإجراء أن يتواصلوا مع أي مكتب جمركي من أجل إرجاع بطاقة الدخول المؤقت والتوصل بالبطاقة الجديدة كما تم بموجب الدورية إلغاء الإذن بالقيادة لخارج المركبة خادعة لنظام الإدخال المؤقت بالنسبة للزوج أو أحد أفراد العائلة المتوفرين على بطاقة الدخول المؤقت